بسم الله الرحمن الرحيم من الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيات أعمالنا من يهده الله وفلا مضل له ومضل الفلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمداً عبد رسوله تقدم معنا أن الفقه ينقسم إلى قسمين عبادات ثم معاملات والملحق بها نعم تقدم معنا كتاب الطهارة الصلاة الجنائز الزكاة الصيام الحج الآن ندخل في المعاملات أن المؤلف الآن والعلماء ألفوا بحسب الحاجة بحسب حاجتك أنت أول شيء تحتاج تبيع وتشتري نعم والناس بحاجة لبيع والشراء لا وجد أحد لا يبيع ولا يشتري نعم نذكر قواعد مختصرة حتى نضبط هذا القسم كتاب البيوع البيع والشراء والإجارة نعم الأصل في البيع الحل أو التحريم يعني هؤلاء الآن يبيعوا هنا خارج المسجد يبيعوا مثلاً كتب نعم أو يبيعوا في المطعم هذا يقول حرام تبيعوا على الطلاب طلاب العلم تبيعوا عليهم هذا يقول حلال من قوله هو الراجح هذا الذي يقول حلال هذا يدعي الحرام نقول هات الدليل نعم لكن هات الدليل لابد يكون بأدب ما تقول إش دليلك لا نعم تقول ما الدليل بين لي إذا فيه دليل أذكروا لي نعم أرجع بإذن الله مفهوم نعم الشيخ إبراهيم في السبر ماركت يبيع يبيع مواد إغذائية طائرات سيارات حديد أخشاب جوالات الأصل الحل يقول لا أحد ينكر عليه أي شيء يباع في السبر ماركت إلا بدليل رجاء نعم هذا الأصل نلخص الموانع في البيع في ثلاث موانع فقط أحسن يعني هذه الثلاث أشياء إذا جاء واحد منها في سبر ماركت الشيخ إبراهيم جعل البيع حرام واحد نعم الغرر الغرر والجهالة هذه واحد قل أيها غرر وجهالة فقط قل غرر وجهالة الثاني الظلم 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 الثالث الربع نتضح الآن نعم الأول غرر وجهالة دخلنا السبر ماركت يوجد كرتون ليس مكتوب عليه شيء كاراتين ويكتب الشيخ إبراهيم أنه أي كرتون من هذه الكاراتين يوجد بداخله تليفون وقيمة الكرتون ألف جنيس تالينك نعم طب ممكن داخله آيفون ممكن داخله سامسونج ممكن داخله هواوي ممكن داخله التليفون كالشاف هذا القديم حقي لا مو حقك القديم ذاك نعم الغبي نعم هذا غرر وجهالة نعم ممنوع الفتح ما تفتح الكرتون يقول أي واحد خذها ممكن يكون في الداخل آيفون أربعة عشر يساوي ألفين مثلا نعم لا يقول أنا أريد أنظر ما هذا الجهاز قال آيفون طيب ممكن آيفون ستة قال كل آيفون ثلاثة عشر قال أريد أنظر هل هو ثلاثة عشر كاميرا أو كاميرتين بلس أو لا الذاكرة كم لازم أعرف هذه الأشياء قال لا 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 امشي إذن هذا حرام البيع هذا حرام لماذا؟ لأنه فيه غرر جهالة أو قال إبراهيم قال تدخل في قسم الجوالات أنت الآن أغمض عينيك يضع عليه وقال أدخل أي جهاز تأخذه هو لك بقيمة كذا ميتين حرام طيب قال هذا عندنا محل في مانشستر مكتوب عليه كل شيء بباوند الحمد لله حلال أو حرام حلال لأنه واضح تنظر وفي الغالب أن سعرها واحد بل بعضها أغلى من واحد في الخارج نعم وبعضهم يقول لك اسمع تشتري جوالي هذا أنت ما ترى قال تشتريه بمائتين ممكن هو يساوي مائتين ممكن يساوي خمسين ممكن يساوي ثلاثمائة هذا بيع لا جوز نعم طيب انتهينا هذا الأول أو يقول له ما شاء الله هو عنده مرسيدس وبي أم وبورش وتيوتا حلال وستروين وبيجو هذه السيارات أنواع السيارات عنده هم يعرفوا هذول هذه أنواع السيارات عنده نعم أوباجو بيجو نعم فرنسي نعم هذه مختلفة الأسعار قال لا أنا أبيعك سيارة من سياراتي لكن لا أقول لك ما هذه السيارة بنصف مليون حرم تمام نأتي للثاني الظلم طيب يقول أنا أشتري من أنترنت هذا يقول أنا أشتري من أنترنت أشتري التليفون أنترنت يذكر لك أن هذا آيفون 13 نعم آيفون بلس ذاكرة 256 اللون سماوي الوكيل شركة كذا يذكر لك كل شيء هنا البيع صحيح الثاني الظلم أخذ الشيخ إبراهيم جوال الشيخ أبو العباس مباعه بدون إذن أبو العباس يقول لماذا قال هذا التليفون هذا ليس بالتليفون أنا أبيعه لك أحسن نعم والله أحسن لك ما صراحتك أنا يقول أبو العباس لا حرام هذا ظلم كيف تبيع هاتفي من دون إذن مني أنا لم أؤكلك هنا باع مالة يملك مفهوم إذا ما يمكن تبيع مالة تملك لأنه ظلم تمام الثالث ليكون البيع فيه ربع نعم شخ إبراهيم في السوبر ماركت يبيع ذهب وهذا جاء يريد يشتري هذا الذهب الخام قطعا نعم نعم واحد كيلو نعم تمام قال إبراهيم واحد مليون قال ما عندي مشكلة أعطيني واحد مليون خذ هذه بطاقتي وهذا كل شيء فقط أذهب إلى البنك الآن أخذ واحد مليون وأتيك مفهوم آيت يعني قال له الآن ليس عندي كاش الآن خمس دقائق أذهب إلى البنك أسحب لك واحد مليون وأتيك خذ هذا ضمان الأوراق وخذ بطاقتي وبسبور وأتيك بعد خمس دقائق خرج خمس دقائق سحب من البنك وجاء أعطي اتفقوا على مليون قبل أن يخذ أخذ الذهب هذا وأعطاه ما أعطاه المال قال خمس دقائق وأرشع لك حرام ربا تمام هذا زوجته قالت له هذا الذهب قديم لا أريد أريد جديد من عند الشيخ إبراهيم في المكان محل نعم زوجة هذا جمعت كل الذهب واحد كيلو قرام قديم وجاء إلى الشيخ إبراهيم قال خذ هذا الذهب قديم وعطيني ذهب جديد عشان زوجة ترضى عني نعم قال تمام أنا أخذ كيلو وأعطيك نصف كيلو جديد هذا يقول حرام ربا قال هذا قديم هذا جديد فيه فر حرام لازم كيلو بكيلو قال أنت لو تذهب الآن تأخذ هذا واحد كيلو وتبيعه المبلغ قيمة نصف كيلو جديد هو يعني لماذا أنت تصنع هك خلاص أعطيني كيلو وخذ نصف كيلو جديد لا حرام خلاص ماذا يصنع هذا يذهب ويبيع الكيلو معه نقود الآن معه نقود كاش نعم يأتي الشيخ إبراهيم واشتري منه جديد حتى لو نصف كيلو لا إشكال الآن هكذا يصح إبراهيم قال لهذا اسمع تعال نحسب نعم هذا كيلو يضرب هكذا إبراهيم قال هذا كيلو يساوي مليون قيمة مليون في السوق الآن اختار جديد اختار هو كيلو جديد قال خلاص القديم بمليون والجديد بمليون ونصف تعطيني نصف مليون يصح لا يصح قال طيب مسألة جديدة قال له هذا معاه كيلو قديم قال لماذا أنا أبيع للخارج لإنسان خارج أنت تشتري مني يا إبراهيم يشتري منه بشرطا لا يتفق معه أن هو يشتري منه بعده لأنه ممكن هذا يقول أنا أشتري منك القديم بشرطا تشتري مني الجديد بأغلى هذا ربع أيضا حرب تحايل نعم طيب قال أريد أشتري منك كيلو ذهب بالتقصيد كريدت يعني كريدت بس المثال الأول ما تضحي نعم خلنا نرجع أنت مشي الآن نعم كيلو ذهب بالتقصيد كريدت يقول نعم كل شهر أعطيك يصح لا يصح لابد في بيع الذهب بالذهب من التقابض يقبض هذا ويقبض هذا في مجلس العقد ولابد من التماثل كيلو بكيلو وإلا كالربع نعم 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 إذن هذه ثلاثة أشياء تجعل البيع حرام هذه أعظم الموانع في البيع الغرر والجهالة والظلم والربع نعم نعم ممكن إبراهيم يقول اسمع تذهب تأتي بالنقود من البنك اجعل عندي الذهب اذهب جيب النقود تعطينا النقود أعطيك الذهب يد بيد نعم يصح طيب أي معاملة قلنا اختلفنا فيها الأصل فيها الحل نعم نعم أيضا عندنا إشكال في أن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان نعم الشيخ إبراهيم يبيع في السبر ماركت عنم عنم نعم عنم حلال أو حرم حلال ما فيش كال هذا يأتي يقول طيب ممكن بعض الناس يشتري منك العنب ويصنع منه خمر طيب ممكن يأخذ ماء ويصنع منه ماء يعني ماء يضعف حتى الماء إذن حرام يقول إبراهيم لا الأصل حل مع بعض الأشياء يصنع خمر نعم نعم طيب أيضا الجوال ممكن يستخدمه فيه حرام أيضا كمبيوتر كاميرا شاحن جوال ممكن أيضا نقول لا لأصل الحل لكن لو جاء إنسان إلى الشيخ إبراهيم قال نريد منك توفر لنا طن من العنم نريد يعني هو هذا يريد يصنع منه خمر ويخبره يخبره ويقول له الشيخ إبراهيم يقول لا أعوذ بالله حرام أنا موعين على معصية الله يقول له أنت تصنع شيء أنت ما تصنع شيء بيع أنا فقط بيع قال لا أنا أبيع لمن أعرف أنه لا يصنع معصية أو الأصل هذا لكن إذا علمت أنك أنت تشتري مني للمعصية ما أعينك وإلا أكون شريك معك والله ما أبيعك نعم السوبر ماركت كبير جدا ما شاء الله وجاء إليه رجل قال نريد زاوية صغيرة متر في متر ماذا نصنع قال نريد نضع مكينة هنا لعب قمار قمار نعم ايش يسموه قمار والله أنا ما أعلم المهم يضغط كذا يضع ممكن هذا وتطلع له ممكن مئة أو خمسين نعم لا يجوز تمام القمار ما هو المقامرة صور القمار اسمه تمام تمام فهو الآن يعني مثل الاتصال عندكم أحيانا يصنع مسابقة تتصل على رقم سبعمائة أو كم رقم هم يأخذوا من هؤلاء المتصلين خمس مليون ويخرج جائزة مليون واحد والغالب هذا هذا يشارك إما غارم أو غانم حرام غانم يغنم أو يخسر والكل في الغالب تسعين في المائة ها غارب وممكن عشرة في المائة وممكن واحد في المائة نعم نعم فهذه المسابقات التي تسمع بها وكذا كلها حرام على هذه الطريقة هذا يقول أنا دفعت فقط لهم في المسابقة نصف هذا هللا واحد تمام شيخ إبراهيم سوبر ماركت يعني قلة المبيعات يريد المبيعات تزيد فصنع مسابقة في السوبر ماركت الجائزة الأولى مرسدس الجائزة الثانية بورش تعال بورش تمام نعم وضع البورش والمرسدس هكذا في السوبر ماركت نعم نعم صحيح حلال أو حرام نقول إبراهيم هل سعر المرسدس والبورش هذا أنت تأخذ من الناس شيء اشتراك أو رفعت في الأسعار قال لا أسعار كل شيء كما هو أنا حتى أنشط البيع وضعت هذا وهذا نقول صحيح جائز لا إشكال إذا إبراهيم سأخذ أخرج قيمة المرسدس والبورش من ربحي لا يوجد إشكال نعم قال لا هناك ورقة إذا يريد يشترك في البورش والمرسدس ورقة يشتريها بعشرة ويعبيها نعم لماذا إجراءات شوية نعم حرام تمام وهذا كثير ترى هم يقول فقط ورقة نعم ورقة حرام نعم تمام بسعر بسعر طبعا نعم سوبر ماركت الله يعين سوبر ماركت عنده الآن ينزل تليفون جديد آيفون كم 14 صح نعم هو يصنع مسابقة على آيفون 13 نعم مفهوم نعم نعم لم ينزل بعد لكنه لم ينزل بعد لكنه عنده كمية كثيرة من 13 ماذا صنع؟ قال عندنا مسابقة سيارة مرسدس الذي أربح يأخذ سيارة مرسدس في بيع تليفون 13 آيفون يعني المسابقة فقط على الهاتف 13 نعم آيفون مرسدس الجائزة نعم لكن ماذا صنع التليفون 13 كان يباع عنده في السيبر ماركت بألف وعندما صنع المسابقة جعل الآيفون ألف وعشرة قال العشرة هذه من أجل ماذا؟ المسابقة فهذه العشرة ممكن تخرج له عشر مليون ودفع مليون واحد حق الجائزة أيضا قمار مفهوم إذا رفع سعر السلعة من أجل الجوائز حرام ورقة من أجل الجوائز يبيعها حرام نعم قمار تمام صنع تخفيض على الآيفون خمسين في المئة ديسكاوند يصح نعم يصح لا أشكال قال الذي يشتري من السوبر ماركت بألف نخصم له عشرة بالمئة يشتري بألف باوند نعم نخصم له عشرة بالمئة فأكثر في أي شيء يشتري يصح نعم هذه التخفيضات التي تصل نعم ما فيش كان لأنه الأصل الحل اختلافنا أصل الحل من يقول حرام هو الذي يأتي والله أعلم صلى الله عليه ونبيه محمد وعلى الصحبه وسلم جزاكم الله وخيرا